بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لدينا اليوم وصفات بقشور البيض قشور البيض تحتوي على نسبة عالية من الكولوجين الخام والكاليسيوم الذين يحميان البشرة من أشعة الشمس وكذلك تقضي على تجاعد الوجه وزيادة نظارة البشرة وتفتيح البقع الداكن والتصبغات والكلف بالوجه والمساعدة على معالجة وتهدئة حبوب البشرة فضلا عن الترطيب في هذه الوصفات سنقوم بعمل وصفات متعددة وعلينا أن نختار الوصفات أو المكونات المناسبة لنوع البشرة كما لدينا كذلك هنا زيت الكولوجين بقشور البيض الممتاز لمكافحة وعلاج التجاعد يمكن عمل فقط الزيت ويمكن عمل وصفة من بين هذه الوصفات مع الزيت كل حسب رغبتها طبعا وحسب ظروفها أولا تابعي معي بالنسبة لتعقيم قشور البيض أولا نأخذ قشور البيض سواء كانت المغلية مسبقا طبعا أو بدون غلي نأخذ قشور البيض نضعها في ماء مغلي ونترك القشور لتغلي على النار لمدة ثلاثين دقيقة نصف ساعة مع إضافة قطرات من الخل بعد مرور النصف ساعة نقوم بتجفيف قشور البيض في مصفات ثم نقوم بتسخين الفرن لمدة حوالي نصف ساعة وبعدها نقوم بإطفاء الفرن ثم نضع هذه القشور في صينية الفرن يفضل أن تكون صينية زجاج معقمة وتوضع القشور في الفرن يكون مسخا مسبقا ومطفي إلى أن يبرد الفرن نهائيا وهكذا نكون قد قمنا بتعقيم قشور البيض ولا خوف أبدا من استخدامها في هذه الوصفات يجب أولا تعقيم قشور البيض فلنحذر بعد تعقيم قشور البيض طبعا وتجفيفها في الفرن نقوم بطحنها في الهاون أو طاحنة المكسرات وبعدها نقوم بغربلتها أو نخلها بودرة ناعمة بواسطة المنخل أو الشاش الطبي يجب الحذر من هذه النقطة ونتحصل على بودرة قشور البيض نبدأ بأول وصفة وقلت نستخدم المكونات التي تناسب نوع بشرتنا أول وصفة هي ببيض البيض نأخذ بياض بيضة واحدة طبعا نضع فيها قطرات فقط من خل التفاح أو عصير الليمون حسب ما يناسب البشرة طبعا هذه الكمية نستخدم فقط النصف حتى تكفينا لثلاثة أيام نأخذ حوالي 2 ملاعق صغيرة من بياض البيض ثم نضيف عليها ملعقة صغيرة من بودرة قشور البيض ونخلط المكونات جيدا يجب أن نخفق المكونات جيدا حتى الحصول على خليط يسهل تطبيقه على بشرة الوجه بهذا الشكل مع الخفق المستمر ونتحصل على هذه الخلطة رائعة جدا طبعا أولا نقوم بتنظيف بشرة الوجه بالغسول المناسب أو الصابون المناسب نقوم بتجفيف البشرة جيدا نوزع كامل هذا الخليط على بشرة الوجه بداية دائما من الرقبة وكامل بشرة الوجه فقط نبتعد عن منطقة الهالات لأنها منطقة رقيقة جدا وهذه الوصفة قوية على منطقة الهالات بالنسبة لمنطقة الهالات نقوم بدهنها بوضع شرائح البطاطا على منطقة الهالات نترك هذه الوصفة لمدة 30 دقيقة وبعدها نقوم بشطفها بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات ثم الترطيب بالنسبة للترطيب يمكن ترطيب البشرة بزيت الكولوجين الذي سأقدمه في هذا الفيديو أو أي مرطب يناسب نوع بشرتك بالنسبة للتجاعيد أنصح بزيت لبان الذكر أو زيت جنين القمح أو زيت بذور العنب إذا كانت طبعا متوفرة غير متوفرة عليك إعداد أو صنع زيت الكولوجين الذي سأقدمه في هذا الفيديو وقوم بترطيب بشرتك به هذه الوصفات كلها آمنة للحوامل والمرضعات وكل البنات ممن لديهم مشاكل في البشرة من نمش أو كلف أو تصبغات أو إسميران البشرة يمكن استعمال هذه الوصفات من عشر سنوات فما فوق صلاحيتها قد هذه الوصفات كلها ثلاثة أيام في الثلاجة يمكننا إضافة كابسولة الفيتامين إي لهذه الوصفة طبعا تدوم الصلاحية أسبوع في الثلاجة وتزيد فعالية هذه الوصفة ننتقل لعمل الوصفة الثانية نحتاج فيها لمرعقة صغيرة من الزباد الطبيعي ضروري ماء الزباد مع هذه الوصفة ممتاز للبشرة وإن كان لديك زباد منتهي الصلاحية كذلك له فوائد كثيرة لبشرة الوجه بالنسبة للزباد قلت ملعقة صغيرة نضيف عليها ملعقة صغيرة من نشل أرز بودرة نشل أرز يمكن استبدالها بالشوفان كذلك الشوفان المطحون ثم نضيف ملعقة صغيرة من بودرة يجب نخل القشور البيض جيدا تكون بودرة ناعمة ملعقة صغيرة ونقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى الحصول على ماسك يسهل تطبيقه على بشرة الوجه يمكننا إضافة كذلك كبسولة من كبسولات الأوميغا ثري أو الفيتامين ها لهذه الوصفة كذلك هي رائعة ونقوم بتوزيع هذه الوصفة كذلك على بشرة الوجه مثل الوصفة الأولى تماما هذه هي الوصفة المتحصل عليها ننتقل لعمل الوصفة الثالثة إذا كانت مكونات هذه الوصفة غير متوفرة نحتاج هنا لملعقة طعام كبيرة من عصير الخيار بقشوره نضيف عليها ملعقة صغيرة من الحليب البودرة يمكن استعمال بودرة حليب الأطفال كذلك هي رائعة للبشرة وملعقة صغيرة من مطحون قشور البيض ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض كما يمكن إضافة كبسولة الفيتامين ها طبعا الفيتامين ها وكذلك يمكننا إضافة عفوا زيت جنين القمح ونتحصل على هذه الوصفة الرائعة طبعا طريقة الاستعمال مثل باقي الوصفات ننتقل الآن لعمل زيت الكولوجين كذلك قلت يمكن استعماله طبعا لوحده حتى مع وصفات أخرى يمكن استعمال هذا الزيت نحتاج فيه إلى حوالي أربع ملاعق طعام كبيرة من زيت اللوز الحلو بديل زيت اللوز الحلو يمكن استعمال زيت جوز الهند أو يمكن استعمال زيت السبار أي زيت الألوفيرا كذلك يمكن استعماله رائع جدا للوجه كما يمكن كذلك استعمال زيت زيتون بالنسبة لزيت الزيتون استعمال هذا الزيت يكون في الليل أربع ملاعق مع ثنين ملاعق من قشور البيض يمكن استعمالها مطحونة أو بدون طحن اثنين ملاعق صغيرة ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض ثم نقوم بحفظ هذا الزيت في برطمان أو قرورة طبعا تكون داكنة اللون بهذا الشكل حسب المتوفر عندك ونترك هذه الوصفة في مكان مظلم وجاف لمدة أسبوع كامل دائما نقوم برج البرطمان وبعدها نقوم باستعمال هذا الزيت طبعا هنا القشور ستترسى في قاع البرطمان أو القارورة لا حاجة أبدا لتصفيته نترك هذا الزيت ليصبح مركز أكثر وله فعالية أكثر في علاج التجعيد وتفتيح البشرة وكذلك إزالة الإسوداد والكلف والنمش وله فوائد كثيرة للبشرة صلاحيته تدوم لمدة ستة أشهر هو آمن كذلك للحوامل والمرضعات والبنات الصغار من عمر عشر سنوات فما فوق يمكن استعمال هذه الوصفات لهم وبكل أمان طبعا هنا كذلك وصفات قشور البيض ممتازة لتضييق المسامات الواسعة وإزالة الرؤوس السوداء بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته شكرا شكرا